احتجاجات غاضبة بتاعز تندد بفساد السلطة المحلية وترد الأوضاع المعيشية إصابة طفل بقصف ميليشيا الحوثي منزل شيخ قبلي بمأرب والبرلمان يطالب من الحكومة التوضيحة حول إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية في جزيرة ميون نشرة إخبارية مفصلة أهلا بكم شهدت مدينة تعز تظاهرات واحتجاجات غاضبة نددت بالفساد المستشري في أرويقتي ومكاتب السلطة المحلية وترد الخدمات المعيشية وانهيار العملة الوطنية رفع المحتجون لافتات تندد بفساد السلطة المحلية ومكاتبها الإرادية وفشلها في توفير خدمات الماء والكهرباء والطرقات والتي تعتبر أبسط الخدمات التي يفتقر إليها المواطن وطلب المحتجون بتغيير ومحاكمة كافة الفاسدين الذين يعدون سببا رئيسيا في الغلاء وارتفاع الأسعار وزيادة معاناة الأهالي اليوم تنطفض تعز بأطيافها السياسية ومكوناتها المجتمعية والجماهرية تصرق ضد الظلم والفساد ونهب إيرادات المحافظة هي صرخة لا في وجه من قالوا نعم إنها صرخة الأحرار فعندما تنطق أحذية الأحرار تصمت أفواه العبيد هذه تعز بكل مكوناتها تصرق في وجه هذه السلطة الفاسدة وتوجه رسالة إلى الشرعية بأن تغير هذه السلطة الفاسدة التي مر عليها كثير من الزمن وهناك غياب تام للخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وأسعار مترتفعة وعدم ضبط للنظافة ونظافة المدينة شرارة التغيير دائما تبدأ من تعز نقول لسلطة المحلية التي أصبحت مظلة للفاسدين من محافظة ووكلاء الفساد يتم في تعز تحت سمع بصر المحافظ ووكلاء وأمام أعينهم لن نقف في تعز على فاسد واحد اتبارا من اليوم سنتحرك إلى المؤسسات لإيقاف الفساد المستجربي داغل تعز عقلة التغيير بدأت ولن يوقف أحد نطالب المحافظ ووكلاء إما اعتدلتم وإما اعتزلتم ويعد تحريك ملف الكهرباء وإخراجه من أدراج النسيان والفساد وصاحة المعاناة إلى طاولة الحل ومحاولات لاستعادة هيبة الدولة وفرض قراراتها وإدارتها لواحدة من أهم الخدمات والملفات الشائكة بالمحافظة التي أرقت المواطنة أول ما بدأنا عمل لقناة أوقفنا إصدر أي عقود جديدة تصاعدت الأحداث واحتدم الجدل حول الطاقة الكهربائية بعد رفع الشركات لتعرفة الكيلوات إلى أربعمائة ريال بعد أن بدأت بيعه بمائتين وسبعين ريالا وتكلفة إنتاجه مائة وخمسة وثلاثون أي أن ربحها مائة بالمائة بحسب تقرير الجهاز المركزي للرقبة والمحاسبة الصادر عن عامي ألفين وتسعة عشر وألفين وعشرين التقرير كشف أيضا عن ثلاثة مليارات وستمائة مليون ريال أرباح العامين من الكهرباء الخاصة تذهب إلى جيوب مالكها بينما تحصل الدولة على سبعة ريالات فقط من كل كيلو وات رغم استخدام الشبكة الحكومية وباحات المؤسسات والشوارع العامة مقرا لمولداتها ولذا رفض الجهاز المركزي للرقبة والمحاسبة في يونيو ألفين وثمانية عشر استبدال الكهرباء الحكومية بالكهرباء الخاصة ويبدو أن ذلك الرفض جاء بعد أن وجه المحافظ السابق أمين محمود مدير المؤسسة العامة للكهرباء بتعز تسهيل العمل للكهرباء الخاصة حد قول الأخير اتخذت مجموعة من القرارات ولها بصورة عاجلة الاجتماع مع أصحاب المولدات وتحديد سعر التعرفة وإزامهم بسعر معين بحيث يخفف الإجحاف والإكزاز المواطنيين سعر التقرير وتم إقراره بالكامل وسيتم النزول برئاسة وكيل المحافظة محافظة حكيمي مع الأخ مدير الكهرباء إلى عدن بعد يومين لمتابعة ما يتعلق بـ 30% من الديزل المخصصة بتوجهة رئيس الجمهورية لوقود المحافظة التعز غضب شعبي لن يطفئه إلا عودة تيار الكهرباء الحكومية ذلك أن ابتزاز الشركات الخاصة واستغلالها للأوضاع وحاجة المواطن استنزف طاقته وقدرته على ملء جيوب مالكها بالأموال المنزل يعني مش بقول لكم يعني لمحل تقاري إضاءة فقط وشاشات وما هو متعارف عليه داخل البيت ورغم هذا كله ورغم المنظومة هذه إلا أنا أدفع بكل أسبوعين خمسة وخمسين ألف ريال غير منطقية يعني تقاسمت إحدى عشرة شركة تعمل في توليد الطاقة المدينة والمنازل وأموال السكان فأصبح المواطن سلعة في يد هؤلاء لا سيما بعد إضرابهم وقطع التيار الكهربائي لقرابة عشر ساعات منذ أعلنت سلطة المحلية احتجازهم في مبنى المحافظة المؤقت عقب رفضهم قرارات خفض التعريفة في اجتماعها الأخير ولصفتنا كمقدمين خدمة المواطن حضرنا يوما هذا الثلاثة خمسة وعشرين خمسة ألفين وعشرين إلى مبنى المحافظة وطرحنا لهم جميع ما سلف وطرحوا دراسة مقدمة من مدير عام كهرباء تعز المهندس عارف عبد الحميد خلاصة تحديد سعر الكيلو وط بمئة وثمانين ريال فردينا بأن طلبنا منهم أن يقوم مدير الكهرباء باستلام المولدات وتنفيذ الدراسة بالواقع وبمحطاتنا ومقابل مبلغ رمزي لنا كمستثمرين خمسين ريال يمني فقط للكيلو لكنهم رفض ما طرحوا قط ظلم شوارع المدينة فعاش السكان في ظلام دامس ووصل المرضى إلى حالة من الخطر في أسرة العناية المركزة في المستشفيات إذن هي المشكلة للحل هكذا بدت شركات توليد الطاقة التجارية مع أول أزمة بينها وبين المواطن والسلطة المحلية لتؤكد بذلك ضرورة عودة الكهرباء الحكومية وإصلاح أخطاء السلطات التي بدأت بيع مهامها للمستثمرين مقابل الفتات عدرز الذبحاني يمن شباب تعز وفي عدن خرج عشرات المحتجين في تظاهرة منددة بتردي الخدمات والمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ورفع المتظاهرون في المسيرة التي خرجت في مديرية البنصورة لافتات تطالب بتزويد منازلهم بالكهرباء والمياه وتطيق إجراءات من شأنها تحسين قيمة العملة المحلية والالتزام بدفع الرواتب الشهرية للمتقاعدين وجميع المرافق الحكومية استهدفت ميليشيات الحوث الإرهابية بصاروخين باليستي منزل شيخ قبلي في مأرب بما أدى إلى إصابة طفل وقالت مصادر محلية بأن الميليشيات الإرهابية قصفت منزل الشيخ علي بن حسن بن غريب الشبواني ما أسفر عن إصابة طفل وأضافت المصادر بأن الصاروخ الحوثية سقط في فناء المنزل وحدث انفجارا هائلا هز المنازل المجاورة وذكرت المصادر أن منزل الشيخ غريب يتوسط عددا من المنازل في قرية آل غريب الأهلية بالسكان وقال وكيل محافظة مأرب الشيخ مبارك علي حسن غريب أن الميليشيات الحوثية استهدفت منزل الشيخ علي بن حسن غريب عدة مرات مؤكدا بأن هذا السلوك الإجرامي للميليشيات الحوثية يأتي ردا على خسائرها في جبهات القتال شن الجيش الوطني قصفا مدفعيا استهدف تجمعات حوثية في الأطراف الغربية لمحافظة مأرب وقال مصدر عسكري ليمن شباب أن القصف المدفعي استهدف مجامعة للميليشيا الحوثية كانت تحاول التسلل إلى مواقع في جبهة الكسارة مضيفا أن القصف أسفر عن قوع قتل وجرح بين العناصر المتسللة وسط فرار لآخرين في جبهة العبدية بالأطراف الجنوبية الغربية للمحافظة قتل وجرح عدد من العناصر الحوثية في هجمات للجيش استهدفت تجمعا للميليشيا في الجبهة ذاتها قالت مصادر عسكرية أن عشرات الإرهابيين الحوثين سقطوا بين قتل وجريح في غارة جوية استهدفت تعزيزات للميليشيا غربية مأرب المصادر ذكرت أن عدد من الدوريات التابعة للحوثين تحمل تعزيزات وذخائر دمرت في قصف جوي للتحالف العربية في مديرية سرواح وأشرت المصادر إلى أن تعزيزات ميليشيا الحوثي كانت في طريقها إلى جبهتي المشجح والكسارة وكانت قادمة من صنعاء وذمار أسقطت القوات المشتركة طائرة مسيارة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية جنوبية الحديدة بحسب مصادر ميدانية فإن القوات المشتركة رصدت تحريق طائرة مسيارة تابعة للميليشيا في سماء مديرية الدوريهمي وتمكنت من إسقاطها على الفور وخلال الفترة الماضية كثفت ميليشيا الحوثي من استخدام طائرات مسيارة والاستطلاعية في مختلف مناطق الحديدة وكان من ضمنها استهداف سوق شعبي في السادس عشر من مايو بذات المديرية بطائرة مسيرة أسفرت عن استشهاد مدني وإصابة خمسة آخرين بجروح طلب البرلمان اليمني من الحكومة توضيحا بشأن إنشاء الإمارات قاعدة جوية في جزيرة ميون رفع رئيس البرلمان سلطان البركاني مذكرة رسمية للحكومة طلب فيها توضيحا كتابيا حول المعلومات التي تتحدث عن إنشاء الإمارات لقاعدة جوية في الجزيرة دون علم الدولة الشرعية وأمهل مجلس النواب اليمنية الحكومة في البلاد أسبوعا واحدا للإفادة عن صحة المعلومات التي تشير إلى شروع دولة الإمارات في إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون اليمنية بالقرب من باب المندب وفي ذات السياق كشفت وكالة أمماء دولية عن قيام الإمارات بتشييد قاعدة جوية سرية في جزيرة ميون الاستراتيجية بباب المندب في اليمن المزيد في التقرير التالي في خطوة وصفت بانتهاك السيادة اليمنية وعسكرة باب المندب كشفت وكالة أسشتد بيرس الأمريكية أن صور الأقمار الصناعية كشفت عن بناء الإمارات لقاعدة جوية على جزيرة ميون الواقعة في وسط المضيق البحري الذي يمر منه ربع التجارة الدولية عبر البحار وفيما كان مدير مكتب رئاسة اليمنية الدكتور عبدالله العليمي قد قال في لقاء إعلامي هذا الشهر أن الرئاسة اليمنية لم تبلغ ببناء الإمارات قاعدة جوية عسكرية في ميون رفع النائبان علي المعمري وعلي عشال سؤالا لرئيس الوزراء عن حقيقة بناء الإمارات للقاعدة الجوية في مضيق باب المندب دون علم الحكومة اليمنية فيما قالت وكالة أساشتاد بريس الأمريكية أن من بين أسباب الخلاف بين الرئيس هادي والإمارات هو رفضه تأجير الجزيرة إلى الإمارات لمدة عشرين عاماً وعلى الرغم من إعلان الإمارات الرسمي أنها سحبت قواتها من اليمن قال عضو الكونغرس الأمريكي كريس إن الكشف عن بناء الإمارات لقاعدة جوية وعسكرية في جزيرة ميون دليل آخر على أن الإمارات لم تغادر اليمن وبثت الوكالة الأمريكية صوراً للأقمار الصناعية من شركة بلانيت لابز تظهر شاحنات تفريغ وممهدات بناء مدرج بطول اثنين كيلو متر على الجزيرة في الحادي عشر من أبريل الماضي ويمكن للمدرج أن يستوعب بهذا الطول طائرات هجومية ومراقبة ونقل وهو ما يسمح لمن يسيطر عليه بإبراز قوته في المضيق وشن غارات جوية بسهولة على البر الرئيسي لليمن كما أنه يوفر قاعدة لأي عمليات في البحر الأحمر وخليج عدن وشرق أفريقيا لكن السؤال الأهم إذا كان بناء القاعدة الجوية يجري بدون علم الحكومة اليمنية وانتهاكاً لسيادة البلاد فهل تبدو المملكة الصعودية غير عليمة بما تفعله حليفتها الإمارات في باب المندب؟ بحسب شهود حيان فإن الضباطاً صعوديين شهدوا في الجزيرة إلى جانب ضابط الارتباط الإماراتي والقوات اليمنية المدعومة من الإمارات في الساحل الغربي وإن كان الأمر يجري بإعازة من الصعودية فلماذا تفعل الصعودية ذلك في السر وبدون موافقة الحكومة الشرعية؟ أم أن هناك تفاهمات سرية غير معلنة بات من الضرورة أن يطلع عليها الشعب اليمنية؟ فهي تخص أرضه وسيادته؟ أخيراً أعلنت وزارة الصحة تطعيم أكثر من 53 ألف مواطن يمني ضد فيروس كورونا حتى الخامس والعشرين من مايو الجاري وقل وكيل وزارة الصحة لقطاع الصحة الأولية الدكتور علي الوليدي في بيانه أنه جرى تطعيم ثلاثة وخمسين ألفاً وخمسمائة وسبعة وثمانين وحتى الخامس والعشرين من مايو الجاري بينهم عشرة ألاف ومئتان وواحد وستون من الكوادر الصحية وعشرة ألاف وثمانمائة وواحد وخمسون من كبار السن لما فوق الستين عاماً فيما تم تطعيم ثنين وثلاثين ألفاً وأربعمائة وخمسة وتسعين شخصاً من الفئات الأخرى أكد البيان أن استمرار التحصين الروتيني في العاصمة المؤقتة وبقية المحافظات المستهدفة أن الوزارة تعمل حالياً على استهداف المغتربين والمسافرين باللقاح في المنافذ المختلفة وتخصيص براكز للتحصين في المحافظات ختم النشر عدو أذكر بأبرز ما جاء فيها احتجاجات غضيبة بتاعز تندد بفساد السلطة المحلية وترد الأوضاع المعيشية إصابة طفل بقصف ميليشيا الحوثي منزل شيخ قبلي بمأرب والبرلمان يطلب من الحكومة التوضيحة حول إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية في جزيرة ميون ختاماً أشكركم على طيب المتابعة في أمان الله موسيقى 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 موسيقى